بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم السبب الآخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل الرذائل الأخلاقية من السب والشتم وغير ذلك فمن سيئات اليهود شتمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكلمة راعنا المشتركة في المعنى فإن راعنا في اللغة العربية بمعنى المراعاة والرعاية أما في لغة اليهود فهو سب وشتم ومعناها اسمع لا سمعت اليهود اغتنموا هذه الكلمة المتشابهة لسب النبي صلى الله عليه وآله فكانوا يأتون إلى الرسول ويقولون له راعنا يريدون سب الرسول وشتمه المسلمون أيضا كانوا يستخدمون هذه الكلمة بمعنىها في اللغة العربية في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام وكانت هذه اللفظة راعنا من ألفاظ المسلمين يخاطبون به رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون راعنا أي ارعى أحوالنا واسمع منا كما نسمع منك وكان في لغة اليهود معناها اسمع لا سمعت فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون راعنا ويخاطبون بها فقالوا كنا نشتم محمدا إلى الآن سرا فتعالوا الآن نشتمه جهرا فكانوا يخاطبون رسول الله ويقولون راعنا يريدون شتماه فنزلت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول صلى الله عليه وآله حينما تتكلمون معه راعنا هذا نهي للمسلمين عن هذه اللفظة حتى لا يستغلها اليهود فماذا يقولون وقولوا عوض ذلك انظرنا يعني انظر إلينا بنظرتك الرحيمة وتلطف بنا واسمعوا أيها المؤمنون أوامرنا وأوامر الرسول اسمعوه سماع طاعة وللكافرين عذاب أليم الكافرين من اليهود الشاتمين للنبي صلى الله عليه وآله تحت ستار هذه اللفظة لهم عذاب أليم يعني مؤلم في الدنيا حيث كتب الله عليهم الجلاء والآسر والقاتل وفي الآخرة حيث يخلدون في النار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه أيضا من سيئات اليهود والمشركين وهو عدم تحملهم لرؤية فضل الله على غيرهم وذلك حسدا منهم ما يود الذين كفروا يعني لا يحب الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس ولا من المشركين لا أهل الكتاب ولا المشركين لا يحبون أن ينزل عليكم أيها المؤمنون من خير من قبل ربكم سواء كان خيرا معنويا مثل النبوة والإرشاد والواحي أو خيرا ماديا مثل الغلب والناس والمال ولكن الله لا يعمل حسب أهواء هؤلاء بل يختص برحمته من يشاء إرادة الله تبارك وتعالى ليست تابعة لإرادة الكفار والمشركين بل يعمل الله تبارك وتعالى حسب المصلحة لذلك أنزل عليهم التوراة من قبل مع وجود أقوام كثيرة عاصرهم وأما الآن فهو أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله والله ذو الفضل العظيم ففضله لا يختص بقوم من الناس كما كانت اليهود تزعم أن النبوة فيهم دون غيرهم بل الله يعمل حسب المصلحة فيختار من يشاء وينزل فضله على من يشاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية يختص برحمته من يشاء قال عليه السلام المختصون بالرحمة نبي الله ووصيه وعترتهما إن الله تعالى خلق مائة رحمة فتسع وتسعون رحمة عنده مذخورة لمحمد وعلي وعترتهما ورحمة واحدة مبسوطة على سائر الموجودين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين اشتركوا في القناة